مرحب بكم عزيزاء المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا وقال الرجال عليهن درجة والسؤال من موقع الإسلام من سؤال وجواب والسؤال بيقول المرأة تستأذن زوجها أن تصوم أعني في غير شهر رمضان وذلك لأنه من حقه أن يأتيها متى يشاء ومن الواجب عليها أن تطيعوا فهل لها هي الأخرى حق بأن يستأذنها في أن يصوم السؤال بيقول المرأة بتستأذن زوجها أنها تصوم في غير شهر رمضان لأنه من حق أن جماحها متى يشاء فهل هي كمان من حقها أنه هو يستأذنها لو حب يصوم خلينا شوف الإجابة نهى النبي زوجة أن تصوم تطوان وزوجها شاهد إلا بإذنه عن أبي هريرة بيقول الحديث عن النبي لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه رواها البخاري طبعا شواهد في مسلم ولفظة أحمد لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان وده طبعا حسنوا الألباني زي ما أنتوا شايفين يبرسوا الإسلام نهى الزوجة أنها تصوم تصوم تطوعي غير بإذن زوجها ورح ذكر لنا الحديث زي ما قلت لكم فيه المسلم والبخاري ونكمل الإجابة قال النووي هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهي للتحريم صرح به إصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور ولا يفوته بالتطوع ولا بواجب على الطرخي يبقى السبب أن الست ما ينفعش تصوم غير بإذنه جزها أن الزوج ليه حق الاستمتاع وأنا هنا عندي سؤال هو الصيام يعني عند المسلمين غاية إمتى؟ ده غاية يا دوب يعني مغرب الشمس يعني هل الرجل مش قادر هيستنى غاية ما هيتخلص صيامها كأنه قاعد من غير شغل كده يعني؟ وخلينا نكمل الإجابة أما سبب ورود النهي للمرأة دون الرجل فيكون استنباط الحكمة من ذلك واحد حق الزوج على زوجته آكد من حقها عليه فلا يصح قياس الزوج على الزوجة في هذا قال ابن قدامى في المغني وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى والرجال عليهن درجة وقال النبي لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدنا الأزوجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق وده روا أبو داود وهنا الراجل ما يستأذنش امراته لحب يصوم تطوائي ليه؟ لأنهم مش متساويين في الحقوق والوجبات الراجل أعلى من الست وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه طبعا كل دا في الإسلام عشان بيقول والرجال عليهن درجة وفي حديث للرسول بيقول لو كنت أمر حد يسجد لحد لأمرت الست تسجد لجزها ليه؟ لأنه لما جعل الله لهم عليهن من الحق وأنا هنا برضو عندي سؤال ليه إله الإسلام بيفضل الراجل عليك؟ وهو أعلى منك ليه؟ هل دي يعني مش بتعتبر عنصرية؟ الله مش بيفضل المفروض جنس عن جنس لأنه هو اللي خلق الست هو اللي خلق الراجل بالنسبة له إحنا متساويين ونكمل الإجابة وقال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوك حتى قال النبي لكنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعزم حقه عليها اتنين أن الزوج غالبا هو الطالب للجميع والمرأة هي المطلوب فالأقصر والأغلب أن تكون الرغبة منه إليها فلا يسبع أن تستأزنه قبل صيام النفر إذ قد تكون له رغبة في جمعها رقم 3 شهوة الرجل أكبر وأعظم من شهوة النساء ولذا أبيح للرجل الزواج من أربع نسوة وليس هذا الأمر في النساء ولا لهن ولذا أيضا كان صبر الرجال على ترك الجميع أضعف من صبر النساء ولذا جاء الاستئزان لهن وجاء الوعيد لهن في امتناعهن عن الجميع في حال دعوة الزوج لهن طبعا كل اللي هما بيقولوا ده علميا غلط كل ما مش غلط إن شهوة الرجل أعظم علشان كده هو بيجوز أربعة وكمان إن صبر الرجال على ترك الجميع أضعف من صبر النساء كل دي حجج علشان يبرر بيها يعني إحنا لو شفنا من أول الخليقة فأدم كان أول الخليقة يعني ما كانش لسه في أمراض أعمارهم كانت أطول أطول كانوا أقوى صحتهم أحسن ربنا ما خلقلوش أربعة يعني منذ البدء رجل واحدة للأمرأة واحدة فكل الحجج اللي بتقدمها الإجابة بالتأكيد غلط ولو على القدرة الشيخ اللي بيجاوب على السؤال ممكن الشيخ يشوف أي أمرأة بتمتهن مهنة البغاء يعني بتعمل المهنة دي بتعاشر كم رجل في اليوم كتير في حين الرجل ما يقدرش يعمل ذلك. أمرأة 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 أمرأ زيها وخلينا نكمل الإجابة ومناسبة الحديث تؤيد هذه الحكمة فإن النبي نهى المرأة عن سيوم النفل لما اشتكى زوج امرأة عليها إنه يرغب بيجا معها وهي تكسر الصوم فتعطى الحقه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي سفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده فقال فسألوا عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهايتها قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفة الناس أما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب لا أصبر يبقى رسول الإسلام هو اللي نهى المرأة أنها تصوم من غير ما تستأذن جزء وده بسبب إيه بسبب صحابي اسمه سفوان بن المعطل كان لما بيل أمراته صايمة بيروح مفطرها ولما تصلي يروح يضربها طبعا هنا يعني ونعمة الصحابة يعني دي صحابة رسول الله يا جماعة يضربه يفطره وبيعملوا كده فلما الرسول سأله بتضربها ليه لما بتصلي وتفطرها ليه لما تصوم قاله أصلها بتصلي بصورتين وصورة واحدة كفاية وبتصوم وأنا رجل مش بقدر أصبر خلينا نشوف رسول الإسلام قاله إيه فقال رسول الله يوم إذن لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها أما قولها أني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرفها لنا زيكا لانا كاد نستاكس حتى تطلع الشمس قال فإذا استايقست فصلي وطبعا التصحيح قدامكم يعني رسول الإسلام بنى حكم شارع على إيه على إن الست لا تصوم إلا بإذن زوجها قياسا على إيه على أخلاق صفوان وتصرفاته مع مراته رد فعلا الرسول إيه هل الرسول نهاية عند أربع لا وإنه بيفطرها أو قاله صلي معيها مثلا أو بلاش تضرب أو أي حاجة من دي لا طبعا الرسول العادي دايما دايما بيجي في صف الراجل وصحابي بيدرب مراته عشان بتصلي بصورتين والرسول مش بيقوله أي حاجة وكأنه موافق على اللي صفان عمله مع مراته وخلينا نكمل الإجابة قال الشيخ محمد الصالح إلى وسيمين ومن حقوقه عليها أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى لو كان ذلك تطوان بعبادة لقول النبي لا يحل الإمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة يبقى الشيخ لو سيمين أكد نفس الكلام أنها ما تعملش أي عمل يضيع عليه على الراجل يعني كمال الاستمتاع حتى لو كان ذلك تطوع بعبادة لأن الاستمتاع في الإسلام طبعا هو أهم من العبادة وخلينا نشوف الشيخ صالح الفوزان هقول إيه وقال الشيخ صالح الفوزان لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوان وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه فلا يجوز له ذلك ولا يصح صومها تنفلا إلا بإذنه بشيخ صالح الفوزان أكد نفس الكلام علشان إيه برضو؟ علشان استمتاع الراجل ما يتعطلش بصيام الزوجة ونكمل الإجابة القيام بحقوق الزوج ورعاية المنزل وتربية الأبناء واجبات على الزوجة فقد يرى الزوج تعرضا بين تلك الواجبات وصيامها للنفل وهذا مشاهد من قبل النساء بال وبعض الرجال إنه إذا صامت تكسلت وفرطت في واجبات بيتها ولذلك جعل الاستئذان في صيام النفل دون الواجب إن الزوج في العادة يخرج للعمل والتكسب بخلاف المرأة التي عملها في البيت فلم يشرع استئذان الزوج لعدم الحاجة إليه بخلاف المرأة التي تستأذنه على كل حال فأوامر الشرع ونواهيه كلها حكمة ويجب على المسلم أن يقول سمعنا وقطعنا والقصد اشتراك الرجال والنساء في الأحكام إلا ما يفرق الله بينها لحكمة تتعلق بطبيعة خلقتها أو للابتلاء ليعلم المؤمن الصادق من غيره يبقى هنا بيكمل ويقول إن صيام المرأة وطبعا هو بيتكلم عن الصيامات اللي مش في شهر رمضان بيتعطلها عن الواجبات المنزلية وإن الرجل ما يستأذنش مراته في الصيام لأنه كده كده بيكون خارج البيت وبيشتغل يعني بخلاف الست اللي بتبقى قاعدة في البيت لازم تستأذنه على كل حال قاعدة مش قاعدة تستأذنه وأنا ما عنديش على فكرة مشكلة إن الست تستأذن جزها قبل ما تصوم بس هو كمان يكون كده يستأذنها قبل ما يصوم الاتنين متساويين والسؤال اللي هسيبه آخر الحلقة ليه الله في الإسلام زكوري بيفضل الرجال عن النساء ويقول كده وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه ليه لأن القرآن هو اللي قال كده قال والرجال عليهن درجة ورسول الإسلام قال لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن الأزوجهم لما جعل الله لهم عليهن من الحق ليه ردية تكون يا أقل من الرجل الله مستحيل يفرق في المعاملة على حسب الجنس لأنه هو خالق الجنسين ما فيش حاجة اسمها أعلى الكتاب بيعلمنا أن السيد طموعين نظر الرجل يعني زيه ميثل في كل حاجة في الحقوق والواجبات وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجين ترجمة نانسي قنقر